Ein Gespräch auf dem Markt يعني محادثة في السوق Das Gespräch وهي المحادثة في هذه القصة القصيرة سوف نرى أهم الأفعال التي تأتي مع الضاتيف والتي نستخدمها في الحياة اليومية باختصار الأفعال التي تكون بلوس ضاتيف هي أفعال تتطلب الاسم أو الضمير الذي يأتي بعدها أن يكون في الضاتيف Ein Frau ging zum Markt يعني امرأة ذهبت إلى السوق ging هو الفعل ging في الماضي حرف جارتسو دائما يكون بلوس ضاتيف der Markt der تصبح dem في الضاتيف dem بلوس تسو هي تسم dort begignet sie ihre Freundin يعني هناك صادفت أو قابلت صديقتها أول فعل عندنا في هذه القصة بلوس ضاتيف هو begignen هذا الفعل تستخدمه للتعبير أنك صادفت أو قابلت شخصا ما في مكان ما يعني لم ترتب معه موعدا بل صادفته فقط Ira هو ضمير الملكية هي في الضاتيف هي سألت ماذا حدث بيدك بسيرن فعل بلوس ضاتيف معناه حدث أو حصل في هذه الجملة عندنا أيضا حرف جارمت وحرف جارمت دائما يكون بلوس ضاتيف داينة هو ضمير الملكية أنت أو أنت في الضاتيف يعني صديقتها أجابتها الفعل أنتفوتن ومعنى أجاب يجيب هو فعل بلوس ضاتيف يعني لقد جرحتها أثناء الطبخ البارحة حرف جارباي بلوس ضاتيف عندنا داس كوخن داس تصبح ديم في الضاتيف في الثلاثن فعل معناه جرحة يعني المرأة سألت عن أطفالها يعني سأل عن ناخ حرف جار دائما يكون بلوس ضاتيف وساعدتها في حمل أكياس التسوق هالف هو الفعل هيلفن في الماضي يعني ساعدة يساعد هو فعل بلوس ضاتيف إير هو دمير شخصي هي في الضاتيف دي أينكاوفستاشن وهي أكياس تسوق تخاغن معناها هنا في هذا الصياق حمل إش دانك دير فور دين هيلفه ساكت دي فروندين الصديقة قالت أشكرك على مساعدتك دانك انفعل بلوس ضاتيف دير هو دمير شخصي أنت أو أنت في الضاتيف إش دانك دير تقولها لشخص ما لكي تشكره على شيء ما إس توت مير لايد داستو ديش فرلتست هست ساكتو زي هي قالت أنا آسفة أنك جرحت نفسك زيش فرلتسن بلوس أكوزاتيف لهذا السبب عندنا ديش دامير إنعكاسي أنت أو أنت في أكوزاتيف إش توت مير لايد تستخدمها عندما تريد أن تقول لشخص ما أنا آسف لايد تون هو فعل بلوس ضاتيف معناه آسف أو متأسف مير جفلت داس أوبست اوف ديزم ماركت بماركت دي فخاو المرأة صرحت أو قالت بماكن في هذا السياق معناه هذا الفعل صرح أو قال تعجبني الفواكف في هذا السوق فعل معناه أعجب يعجبه هو فعل بلوس ضاتيف لذلك عندنا مير ضمير شخصي أنا في الضاتيف اوف ديزم ماركت يعني في هذا السوق حرف جرعوف هنا بلوس ضاتيف بلوتسليش كلينجلت إغهاندي فجأة رن هاتفها كلينجلن فعل معناه رن يرونو انتشولديق مش بيت إيش موس ماينو شفستا أنغوفن زاكت زي هي قالت اعتذروا أو معدرة من فضلك يجب علي أن أتصلا بأختي ماينو شفستا إيشت خانك يعني أختي مريضة دي فخويندين فخاكت بزوكت يعني الصديقة سألت بقلق بزوكت يعني بقلق كما قلت سابقا الفعل هلفن هو فعل تلوس ضاتيف دي فخو أنتفورتت يعني الإمرأة أجابت يا كنتستو مير فولغن نعم هل يمكنك أن تتبعيني الفعل فولغن هو فعل بلوس ضاتيف ومعناه تبيع هستو أين أوتو هل عندك سيارة فير كننت سوزامن تسوم كرانكنهاوس فارن أم زي تسو بزوخن يمكننا الذهاب سويا إلى المستشفى لزيارتها بزوخن يعني زار يزوروا دس كرانكنهاوس وهو المستشفى ألس زي أم كرانكنهاوس أنكامن يعني عندما وصلوا إلى المستشفى أنكامن هو الفعل أنكومن يعني وصلوا يصلوا في الماضي فراغت دي فخاو سألت المرأة صديقتها فالدير إطفاس هل ينقصك شيء ما فالدير إطفاس فعل معناه نقصة هو فعل بلوس ضاتيف دي فخاويندين أنتفورتت ناين ألس إس إن أردن دانك الصديقة أجابت لا كل شيء على ما يرام شكرا دي فخاو فراغت دي خانكوشفاستا المرأة سألت الأخت المريضة توت إس دير في هل يؤلمكي في تون فعل معناه أوجع أو يؤلم هو فعل بلوس ضاتي فعل منفصل دي خانكوشفاستا سألت أين وينيش توت إس مر في أبا إس إس شون بسا الأخت المريضة قالت يؤلمني قليلا ولكنه أفضل دي فخاو فخاكت داس أوتو داس دو هاست جيهورد دير السيارة التي عندك هل هي ملككي جيهورن فعل بلوس ضاتيف تستخدمه لكي تعبر أنك تملك أو شيء ما يخصك مثلا أو لتسأل شخص ما مثلا كما في هذا المثال هل شيء ما يخصه أو يملكه ملك له دي فخايندين أنتبورتت ناين إس جيهورت ماينم برودا الصديقة أجابت لا إنها تخص أو ملك أخي ماينم برودا هنا عندنا الداتيف لأن كما قلت سابقا الفعل جيهورن في البلوس داتيف ماينم دامير الملك يا أنا في الداتيف يعني لقد أعارني إياها غيلي هو الفعل لاين في الماضي يعني أعارة الفعل لاين من بين الأفعال التي تكون بلوس داتيف و بلوس أكوزاتيف كذلك الأمر صعب بدون سيارة خاصة يعني يكون الأمر صعب عندما لا يكون عند الإنسان سيارته الخاصة ثم قالت الإمرأة إش غلاوب دير أنا أصدقك غلاوب في البلوس داتيف يعني صدق في هذا السياق إسموس شفير زين أون أيغنس أوتو تسو زين لابد أنه من الصعب أن تكون بدون سيارة خاصة أيغن صفة معناها خاصتي أو لي عندما تصف شيء ما أنه خاص بك أو لك أو خاص بشخص آخر أو لشخص آخر الأفعال التي رأينا في هذه القصة هي كالتالي بيجيغن بيجيغن ماكس بيجيغنت أينم كلين هند إم بارك ماكس إلتقى كلب صغير في المنتزه بسيرن ماذا حدث للطفل أنتفورتن إر أنتفورتت مير هو يجيبني هلفن كنستو مير هلفن هل يمكنك مساعدتي دانكن إيش دانك دير أنا أشكرك ليد تون وفي تون إستوت مير ليد داس إيش دير فيجيتان هاب أنا آسفون أنني ألمتوك فولكن إر فولكت مير هو يتبعوني جيهورن داس بوخ جيهورت مير الكتاب يخصوني أو ميلكي جلابن إيش جلاب دير أنا أصدقوك جفالن داس جفالت مير هذا يعجبني